اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناة يوتيوب عربي في الغربة موضوع اليوم هو خاص بتكاليف الجديدة المتعلقة بالدراسة في فرنسا راح نشرح باختصار وبموجز وفي عجالة عن القانون او المرسوم الجديد الذي وضعه الوزير الاول الفرنسي حول سعر او مبلغ التكاليف الجديدة الخاصة بالدراسة في فرنسا دراسة الجامعية وكذلك راح نشرح بعض النقاط وكذلك راح نجاوب في هذا الفيديو ان شاء الله راح نجاوب على الاسئلة اللي طرحتهم لي ولي بعثتهم لي سواء كان في قناة اليوتيوب عربي في الغربة او صفحة الفيسبوك عربي في الغربة لا تنسوا الدعم بالاشتراك في القناة يعني سيسكرايب ابون مو يوتيوب وكذلك الدعم في صفحة فيسبوك عربي في الغربة يعني ديروا شام لايك فللناس للجدد يعني والناس اللي يسألوني ما هي صفحة تاعك يعني كيف هي صفحة تاعك صفحة تاع الفيسبوك هي لديها نفس الصورة تاع قناة اليوتيوب عربي في الغربة انا اسميتها عربي في الغربة لاني انا عربي ورني في الغربة واش نقول لكم بالتوفيق والنجاح ان شاء الله انا راح نبدأ نشرح وش جاء في المرسوم دونك معناه انه فرنسا يعني اتخذت قرارات جديدة وهذا بتاريخ 19 اكتوبر 2018 يعني لديزناف اكتوبر 2018 برفع الرسوم الدراسية للطلبة الاجانب يعني زادوا لكم في بري تاع الفري دي توت تاع فيزا فرانس دونك ولهذا فيبدو ان كثير من الجزائريين سوف يغيرون مثلا ممكن وجهتهم الى بلدان اخرى ممكن خاصة ممكن الناس راح تولي تروح تقرأ في كندا ولا في اسبانيا وهذا قبل اعلان الوزير الاول يعني كان اعلن منذ شهر انه التكاليف راح تكون كالتالي في 2019 يعني نحن نعطيكم مقارنة بين شحال كم سعر كان الناس تدفع تكاليف الدراسة في فرنسا وكم سيصبح السعر بالنسبة لشهادة الليسانس يعني الليسانس كانوا من قبل يدفعون 107 يورو والان اصبحت 2770 اورو فيما يخص تخصص الماستير كانت مبلغ 243 اورو والان اصبحت 3770 اورو فيما يخص تخصص الدكتوراه كانت 380 اورو والان اصبحت 3770 اورو يعني ارتفاع كثير يعني تكلفة كثيرة ولهذا ممكن الناس راح تغير وجهتهم فالوزير الاول فرنسي اعلن ان فرنسا تريد استقطاب حوالي 500 الف طالب من سنة 2019 الى سنة 2027 في حين ان فرنسا تستقبل حاليا يعني في الوقت الحالي راي تستقبل 300 و 27000 الف طالب اجنبي الان راح نذكر يعني ما هي الامور والظروف لتخلي الجزائريين او ممكن حتى الشعوب وطالبة سكان المغرب العربي ولا شمال افريقيا وحتى بعض الدول افريقية باش يروحوا تديروا دراسة يكملوا دراسة في فرنسا يعني وجهتهم الدراسية الاولى هي فرنسا وحنعطي لكم بعض التفاصيل وبعض يعني الامور اللي تسهلكم وتكون تعطيكم دايما فرصة في الوقت الحالي اولتها اتقان اللغة الفرنسية احنا نعرفوا باللي الجزائريين ومعظم الدول يعني في افريقيا يتحدثوا لغة فرنسية وانجليزية ولكن كان كثرة فرنسا هي مستعمرات فرنسية يعني نجيكم سهلة باش تروحوا تقرأوا اللغة الفرنسية ثالث ثانيا التكاليف دراسية منخفضة يعني شفتوا مبلغ تعد دكتورة او ماستر او الليسانس يعني رخيص نوعا ما لهذا الجزائريين يختاروا الوجهة الاولى هي فرنسا ثالثتها القرب الجغرافي وكذلك يعني اغلبية الجزائريين عندهم عائلات في فرنسا يعني تساعدهم قريبة يعني يحكم تذكرة طيران مثلا آل جي باري ساعتين في باريس عاصمة فرنسا وكذلك معظم الجزائريين عندهم عائلات يعني معظمهم اكثر من تسعين بالمئة عندهم عائلات وعندهم أصدقاء وأقارب وجيران في فرنسا رابعتها تشابه المناهج الدراسية يعني عندنا لما لزالجريام علي فرنسية عندنا قريب لمام سيستام تعليزيدي يعني خاصة حتى في القانون يعني يعني قريب نقرأ بنفس القانون الفرنسي وحتى يعني اللي قرأنا ميتسين ولا الانفورماتيك يعني الإعلام الآلي أو الطب أو ما شابه ذلك يقرأوا باللغة الفرنسية لهذا نقلنا أنه تشابه المناهج الدراسية وكذلك خامستها إجراءات الفيزا يعني معروفة إجراءات الفيزا يعني معروفة تروح للتيالاس تيالاس كونتاكت يعني وتجيك سهلة ما ولا في أفاس جلوبال ما إيش مشكل يعني نسهل علينا وعليكم إن شاء الله سادسات وها وجود يعني منصة يعني كونبيس فرنس يعني أنا ننصحكم جميع واحد حاب يروح يدير يدير دوماند فيزا تاع فيزا ديتود فرنسا يدخل في جوجل ويكتب كونبيس فرنس كل شي سهل وموضح أنا ما عنديش معلومات كثيرة أنا نعرف بلي كونبيس فرنس هو أسهل طريقة وطريقة الوحيدة بشتح تقرها في فرنسا وكذلك عندك لتروح تدير التسياف هذا يعني التس تعلاند فرنس هذا لنقلت لكم سادسات وها وجود منصة يعني كونبيس فرنس التي تسهل التواصل مع الجامعات سنرماك يدخل كونبيس فرنس تشوف الجامعات يعني فيه كل شي أدخل في جوجل وكتب كونبيس فرنس وتعلم وحدك سابعات وها يعني عدم الحاجة لتتبع بروسيدور طويل يعني فيه ترجمة الوثيق شهاد يعني ما كاش بزاف لورقة يعني باش تروح ترجمهم لأنها خاصة بعض الجامعات ولا المعاهد في الجزائر يعطوك شهادات باللغة الفرنسية ولا كاش في النقاط بالفرنسية يعني ما تكسرش رأسك بزاف كل شي سهل يعني ممكن تروح بتحتاج بزاف ترجمة ولوثيق سهلة يعني كل شي سهل باش تروح تقرأ في فرنسا كل شي سهل متزايل لازم عليك وعلى شطرتك وثامنات وهاي يعني آخرتها المساعدة في دفع التكاليف السكن وكرا يعني الكرا سهل رخيص في فرنسا وتلقاه سهل خاصة إني خرجت يعني على منطقة باريس وبعض المناطق يعني ولا الولايات الفهاض يعني زحمة تروح مثلا في ولاية في شفر غرب ولا في الجنوب تلقى الكرا رخيص والدراسة رخيصة والأكل رخيص على كل حال دونك في هذا يعني حبيت نولي الموضوع تعيلي هو تكاليف لزادة يعني دونك أنا نظن باللي الناس ممكن بعض الناس رح يغيروا الوجهاتهم وروحوا يقرأوا في كندا فلهذا يعني ممكن يروحوا يقرأوا في إسبانيا أو إيطاليا أو حتى اليونان أو النمسا ولهذا رح نشرح بعض النقاط ووجه الاختلاف ولا وجه التشابه فيما يخص الدراسة يعني حيث تشوفنا نحضروا على كندا فكندا هي من البلدان التي تدرس باللغة الفرنسية يعني ومع تحتاجش يعني باش تدير للتي سياف بالنسبة لي زيتويد فيزا ديتويد تعالى كندا يعني هكذا كانت أنا واش نعرف كانت باللي ما تحتاجش للتست تعالى لالونغ فرنسيز تعالى لغة الفرنسية كيما راي تدير في فرنسا فهذه هي يعني أسهل الحاجة ممكن تسهلك باش تقرأ في كندا أما فيما يخص إسبانيا أو النمسا فتطلب يعني تعلم اللغة الإسبانية والنمساوية مدة ستة أشهر قبل ما تروح تدرس تخصص تعاك ثانية وهي يعني إسبانيا أو إيطاليا من البلدان التي فيها تكاليف التراسية منخفضة يعني حوالي سبعمائة أورو يعني تروح تقرأ في كل القراءة تحتقرأ في إيطاليا أو إسبانيا حوالي سبعمائة أورو ثالثة وعني كين إسبانيا إيطاليا ونمسا وألمانيا كلها قريبة من الجزائر يعني الجيك سهلة لهذا الناس يعني ماشي لازم يروحوا يقرأوا غير في فرنسا خاصة بعض هذا القرار اللي داروا وزيل أو الفرنسي ممكن تروح تشوف يعني جامعات ولا معاهد في إسبانيا أو إيطاليا النمسا وألمانيا كيما أذكرت وهي قريبة من الجزائر أرابعتها تشبه المناهج الدراسية ليعني أنك ستتفوق في الدراسة يعني هذا تحدثت عليها من العول في الأول يعني قلت باللي المناهج الدراسية للتعبين في فرنسا وجزائر يعني متشابها كثير كثير وهذا محش يعني محش يمنح لك فرصة يعني محش يمنح لك فرصة يعني هذا محش يعطيك قوة يعني باش تروح أكيد يعني أنك تحصل على الديبلوم يعني ممكن تروح تقرأ حتى في اليابان وتنجح وتخرج بالشهادة والديبلوم وحاجة عادي خامسة وهي يعني إذا أردت أن تعرف إجارات الفيزا لبلدان مثل إسبانيا وإيطاليا النمسا ألمانيا كندا وغيرها ما عليك إلا أن تبحث يعني في جوجل وتأكد وحدك يعني تكتب فيزا دي تيد عن إسبان فيزا دي تيد وكندا ودخل وتبحث 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 وتكل على الله وممكن كذلك تواصل مباشرة مع الجميعات من أجل تجد تخصص تاعك وهذا كذلك عن طريق جوجل في بحث قصير يعني ما يطولش كثير بالزاف كندا ما ننسوش باللسابعة يعني كندا هي من البلدان التي تحتاج يعني للشهادات يعني ترجمة بسيطة للوثائق كافية لقبول طلبك يعني ترجم فقط الوثائق تاعك وهذا رح يساعدك باش يقبلوك في الجامعة الكندية لأن بعظم المعاهد والجامعات في الجزائر هما يعني مع جامعات ومعاهد في كندا كما هو نفس الأمر بالنسبة لفرنسا يعني ما استغلوا الفرصة رحوا تقرأوا في كندا أنا نصحكم وآخراتها يعني بالنسبة للمساعدة في تكاليف دفع تكاليف السكن والكراء فيعني لا منعافش بلد آخر يعني مرخيص يعني ولا يسهل مثل فرنسا ممكن تلقى بلدان كإيطاليا ولا إسبانيا وكين الناس يعاونوكم لأن معظم جزائرين في إيطاليا إسبانيا بريطانيا ألمانيا فرنسا كين بعض ثاني في هولندا وبيلجيكا لذلك هذي واش نقول لكم مربي وفقكم إن شاء الله لذلك باش نختصروا عندكم كونبيس ادخلوا في جوجل اكتب كونبيس وبحث وكسى الراس كما يقولوا بالدرجة وكذلك تدير في بالك بالرامزة وفي الفري تاع الفري تاع الفيزة ديتوت بوغلا فخانس باقتير دي ميديز ناف بداية من الفين وتسعتاش لذلك وهذا ما يعنيش أني لازم تم قادم من تحتقر على فرنسا أعطيت لكم أمثلة مثل إسبانيا إيطاليا ألمانيا النمسا أو حتى البرتغال ولا ما تنسوش كندا يعني كندا هي ثاني مليحة والدرجة تحتها مليحة والجامعات وحتى الديبلون مليح ورب يفتح عليكم إن شاء الله ونقلكم دعمونا في الصفحة ودعمونا في اليوتيوب ورانا هنا نحن في الخدمة إن شاء الله رب يوفقكم للخير وما تنسوش دعاو الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة